موسيقى أستاذ حمادي قبل سنتين أو ثلاثة غادرنا غادرني أنا أيضاً خليني أقول كنت على علاقة قوية معه مصطفى المسناوي في الغالب عسير علينا أن نتكلم عن منهم قريبون مننا وفي الحال نجدهم غير موجودين كانوا جزءاً من حياتنا وغير موجودين أنا نشكر قبل أيام حوار قصير معه عن فيلم عراقي يمكن أحد الحوارات القليلة جداً التي أدلى بها مصطفى فالذين لم يعرفوه مثلك ومثلي قد يجهلونه وأعتقد أنه من مهمتنا من وظيفتنا أن نعرف به لأنه لم يكن شخصاً عابراً وإنما شخصية مهمة ومتنوعة ومعقدة متشكلة لأن مصطفى المسناوي لم يكن يتكلم أنت الآن سألتني عن جزء مني فأنا والمسناوي كنا ضل بعضنا البعض ونعيش في نفس الدرب وفي نفس الجارة وذهبنا إلى نفس القاعة السينمائية وتبادلنا السخريات واستمعت كثيراً إلى قصصه القصيرة وقوته في خلق في خلق ما يسمى بالنكتة التي تدوني حاولت أنا مع جمعية نقات سينما التي أنا عضو فيها وصيروها أن مع صديقائي في المكتب ومع الرئيس بالخصص سي خليل دامون وسي عمر بالخمار أن نجمع كنت سأقول كل ما كتب لا نستطيع أن نجمع كل ما كتب بعض ما كتب وخرجناه في كتيب موجود الآن لكن مشكلة مصطفى المسناوي هو أنه متعدد لاهتمامات صح أنا مصطفى سمعت به قبل أن أراه وكنت أظن أنه شيء خبير كما حدثنا الآن عن إفتشينكو صح فهو دخل اتحاد كتاب المغرب وعمره 18 سنة وكتب القصاصة في هذا الوقت وأسس لكل راس كان يعلم كل طلبة الثانوي الفلسفة والأدب وخرج بيت الحكمة وتمتعت به كثيراً لمدة أربع سنوات لأننا كنا مستشارين لوزير الاتصال كان هو مكلف بالجانب التليفزيوني وكانت أنا مكلف بالجانب سينمائي وكنا نذهب كل يوم معاً ونعود معاً ولم أكن أعرف أن المئة كيلومتر التي تفصل بين الضرب والرباط كل هذه المسافة عندما أقوم بها الآن وحدي حتى بأنها مسافة طويلة لكن مصطفى كان يدخلين في عوالمه وهو إنسان رائع هذا هو من يمكن أن أقول رحمه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر